جليس النهاردة بيخلي القيوب مليانة فرح لشهودها نعمة ربنا سبحانه وتعالى اني خلى الحياة كده فيها معنى رائع وجميل ولطيف وبيخلينا عايشين وكأننا غرقنا في شاهد وفي عسل حب الحياة جليس وجوده هو رحمة ونور وبركة ما بين الناس جليس كل ما نعيش معاه بنحسن قلوبنا في حصن وربنا سبحانه وتعالى أمدها بالمناعة والصمود جليس وجوده هو عمود المجتمعات وأساس قوتها ومتنتها وأساس روابطها اللي موجودة بينها الجليس دوت هو جليس التواد يعني الموادة المتبادلة إن الناس يبقوا في حالة موادة متبادلة مين اللي علمنا الجليس ده وأشار لنا عليه ومشور لنا عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرة النبي قال لنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم فالتواد ما بين الناس الموادة المتبادلة دي حياة